فاللهم يا رب ارزقنا تمام اليقين أنه لا نافع ولا ضار إلا أنت ولا معطي ولا مانع إلا أنت ولا رافع ولا خافض إلا أنت يا قادرا فوق خلقك يا مهيمنا على جميع ملكك والأكلات أنتو بتحبوه على الكنون فوقلت بقى كده يعني الجو بتده يبرد شوية وقلت خلاص نعمل بقى كده أكلات زي ما حبيب ومتابعين في كل مكان بيحبوا الأكلات دي طبعا إحنا في مصر وبرا مصر بنحب الحاجات اللي بتبقى على الكنون وأبريكم بقى كده المنظر الجامل شايفين عمل إزاي ده كده من فوق السطور وطبعا أختها تيجي تقضي اليوم معنا النهاردة ونتغدى سوا وقلت بقى كده أعمل فيها مقلب وأقدم لها مع المحشي رجول فراخة لقيتها مبسوطة وفرحونة طبعا بحسبها تزعل لقيتها بصة وهسط من الفرح قالت هي بصة دي طلب بقى وده أحسن حاجة ومرضيتش بقى بتاكل من الأكل التاني وأكلت بس رجول فراخ طبعا قالت لأيوة أنا بدي العشق كله بقى طبعا يا الرجول الفراخة بتبقى طعمها جميل وحاجة بتبقى مغزية يعني فيها كالوجون برضو زي الكوارع اللي بتاعت يعني المواشة وكده برضو الرجول فيها فايدة جبيرة جدا يعني لو عملنا أحصائيات عليها رجول الفراخ دي بتبقى يعني حاجة مفيدة جدا طبعا قبل ما ادخل في تفاصيل الفيديو عايزاكم تحطوا لايك الفيديو واشتراك في القناة الغوا الاشتراك من الأول خالص وجددوه طبعا والله يا إخواتي كل شوية ومتابعيني ومش برسلين أشعار بس طبعا الفيديوهين اللي فاتوا نزلين خالص فأتمنى بقى كده طبعا اليوتيوب والله يصلح حاله ودري ما قول كلمة تانية هو بيلغى الاشتراكات من الأول واللي بيتفاعل بقى تاني لازم ان هو يجدد الاشتراك من الأول يعني الغوا الاشتراك من كلمة مشتركة على القناة بس ما فيش إشعار بيرسل وما فيش أي تفاعل ان هو الاشعارات توصل لكم لم أعمل الفيديو فطبعا كده يا حبيبي وبطل من إخواتي وبطل من حبيبي كلهم الغوا الاشتراك من الأول وجددوه تاني لأن كل شوية لازم نعمل كده عشان يوصل لكم إشعارات بالفيديو أول من يزيله على طول وربنا كده يا ربي يخليكم ليه وبشكر كل متابعين اللي لسه داخلين عندك داد بقول لكم ربنا يبارك فيكم يا رب نورتوني وشرفتوني واللي معايا من زمان طبعا بقول لكم على راسي من فوق ربنا يبارك فيكم ويخليكم ليه ما تحرمش منكم أبدا اللهم أمين يلا بقى ندخل على الفيديو النهاردة ويروايح زمانه أكلت على الكنون هعمل أول حاجة إيه قلت أول حاجة أولى على الفراخ الفراخ دي تاخد سوا في أن تاخد أكتر من ساعتين فقلت أولى عليهم الأول وبعد كده أجاهز بقى الحاجات التانية وروأ السطح يعني أعمل كل حاجة بس تبقى الفراخ على الكنون الأول عشان ما ينفعش لنا يعني أخد وقت أكتر من كده أو يعني أنشغل بحاجة وتكون الفراخ اللي هتاخد وقت لسه ما حطتهاش على الكنون يلا بقى كده طبعا نحط المياه هي الدخل على غليان حط فيها إيه حطت هنا آآ البصل وحط طماطم والبهارات بتاعت الفراخ كلها حطها برضو والبهارات الصحيحة لور وحبان وكل حاجة بس الأول كده قلت تاخد غلوة ويكونت بقى كده آآ عملت مرتل الفراخ وعملت شوية رز كده جنبهم ومع لقة سمنة بلدي ويفلفل اسود ويملح ودعكت البصلة كده مع الرز وحطتهم طبعا أكلات رويح زمان يعني على طريقة جدتنا وستتنا وأمهاتنا فهي ديت بتبقى أحلى الأكلات يعني بحط كده المرتل على الرز وبندعكها مقوي مع البصلة ومع الفلفل الاسود وبنحشي بها الفراخ ونورك الفراخ تبقى أحلى أكل أكل صحي وأكل ومفيد من غير أي دهون خالص ويبقى زي ما انتم شايفناه طبعا غير التشويح وغير الحاجات دي بتبقى الحاجات المسلوقة دي بتبقى هي صحية وحطت زي ما شفتوا بقى ورق لورة وحبهان وإرفة والحاجات اللي هي آآ بتاعة الفراخ هسي بقى بقى كده مع نفسها على الكنون ورشيت بقى كده الأول هنا آآ حاولين بقى كده الكنون ورشيت من السطح اللي هنا هكنشته يعني عشان التراب بس طبعا كان زي ما انتم شايفين المكان كان يعني مش مش شوية كان الشمس فيه جديدة يعني فكان شوية المية اللي حطوهم كان بيننشفوا على طول فرشيت برضو تاني عشان التراب وعشان برضو يقبقى حولها كده المكان نظيف شايفين بقى هوت يعني قلت طبعا تعود كده في مكان نظيف تحس ان انت مرتاحة نفسيا اهم حاجة الراحة النفسية هي في النظاف قلت برضو قبصت عليه وبردو ورها لكم لما خلت بقى كده غلوة عشان تحسوا كده براويح زمان فعلا يعني بتبقى متعبة والغسل بقى كده غسل الموعين بعد الاكل يعني فعلا ما حدش بيأكلها بالسهل بس ما فيش مشكلة خالص لما يوم كده نغير جو ويوم نستمتع كده براويح زمان طبعا هنا خلاص الفراخ كانت استود حشي كنت حشي بقى كده من بالليل فجبتي شوية فلفل اسود كده على وش المحشي يعني يكون فلفل اسود صافي طبعا طبخين بيعملوا كده والاكلات يعني المحشي تقولي المحشي ده طعم مجامل ازاي فلفل اسود يكون يعني ما يكونش عليه ملح يكون فلفل اسود يكون خام وترش بقى كده على وش المحشي الكروم شوية بسيطة برضو عشان ما يغمقش المحشي بس بيدي نفس وبعدها تضيف على الشربة ومكعب مرأ ومش عايزة اقولك بقى تأكل احلى محشي طبعا هناك كانت الفراخ نقلتها على الناحية التانية يعني كانت تم خليها نحية تكون هادية والناحية التانية تكون شديدة فنقلت بقى الفراخ كده بما انها غليت وخلت كم غلوة نقلتها جنب المحشي يعني الناحية التانية كانت نار هادية شوية وقلت بقى محشي الكروم بياخد بقى كده على النار العالية مع بعضه ياخد ويد كده وقادي البتنجان حاشيته طبعا كان البتنجان حاشيته في نفس اليوم بس طبعا مش هجيب كل حاجة زي ما قلت لكم علشان بما اننا عارفين طريقة المحشي ازاي بو كده فلازم اختصر معاكم انا جايين نستمتع بالاكل على الكنون ومنظر الخضرة ومنظر الريف واختيها تيجي بتقعد معانا شوية بزي ما قلت لكم يعني دا حاكتنا ضحك يا ربنا يخليها يا رب ويساعدها اللهم امين يا رب العلاني طبعا هنا اهوت بنطير بقى كله شوية المحشي يعني ممكن يغلي من ناحية طبعا اصل دا مش بتجازة يبقى الولعة واحدة بس او يعني الولعة طالعة من مزبوطة فبتبقى ممكن ناحية عالية ناحية هادية شوية فانت بقى كده الناحية اللي بتغلي وبتاخد غليان بتلف فيها الناحية التانية اللي كنت عاملها معاكم من زمان وكان عندي رجول فراخ محتفظة بيها في الفريزة فقلت بقى كده اطلحها برضو وعملها جنب الاكل واقول له اختي بقى عملتلك احلى اكل اهيت واول ما تيجي هقدم لها رجول الفراخ ايه طبعا هنا بتشعزو لكم بقى يعني المصارين للفراخ او منبار الفراخ يعني طبعا زي ما كل واحد بيقول ايه طبعا هنا غسلتها كويس جدا وكنت دعكاها بالملح وباللمون وخل وكنت مخليها زي الفل نعمل ايه طبعا زي ما بما اننا بنعمل اكلات زمان ورويح زمان كان الستي ووالدتي كانت بيعملوا كده طبعا مش هنرمي لوجول الفراخ فكانوا بقى بيجيبوا كل اتنين مع بعض ونلف عليهم اللي هي المصارين بتاع الفراخ طبعا زي ما قلت لكم بعد الغسيل يعني غسل تمام طبعا بتبقى الفراخ مربيها في بيتك وكل حاجة بتبقى نظيفة يعني فتبقى قلبها من جواه بتبقى نظيف فما فيش دي يعني انت يعني ترميها بنغسلهم وزي ما انتوا شايفين كده على كل رجلين مع بعض بنلف بقى كده مصارين الفراخ دي تبقى طعمها جميل مش عايز اقولكم والله اللي رجول الفراخ برضه مفيدة جدا يعني زي نستفاد منها زي الكوارع اللي هي بتاعت المواشي طبعا زي ما انتوا شايفينها هوت يعني فيها كلجن شربتها والله وردتها الاختي شربتها زي الكوارع بالضبط تحس ان هي كده اللي هي بتلزق ومليانة كل حاجة وطبعا لو لو رجول الفراخ بس فضلة ونعمة محدش يعني باكلك البسيط كده ممكن تكون مرتاحة وتكون موسوطة اه احلى من اي حد تاني اهم حاجة زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده برضه بالرضا والقناعة هي اساس السعادة واساس الفرح والواحد يكون مبسوط بعيزته هتبقى مبسوطة بالاي حاجة تكون موجودة عند يعني بقول لكم كده ليه ولو رجول الفراخ بس او لو اجنحة او لو اي حاجة تكون هتجي بيها فضلة ونعمة والحمد لله محدش يبصل لحد يكون اعلى منه في اي حاجة سبحان الله بتلاقي الايام دورة وكل حاجة مش بدانها على حياة ولا اللي تحت بدانه تحت ولا اللي فوق بدانه فوق فقول الحمد لله والرضا اهم حاجة هو اساس السعادة واساس الفرح فهنا بقى كده بعد ما حطت المحش اهوت وقلت بقى كده اعمل الفراخ زي ما قلت كنت نقع لامون وخل وملح ودعكتهم كويس جدا وعاملهم بقى كده على الناشف بقلت اجلت بصلتين الاول وبقطع كده البصلة generate عشان احطته على قلت اعمل الرجول الفراخ لوحدها مش هحطها مع الفرائب يعني الرجول لوحدها عاملتها هيت والفراخ كانت لوحدها طبعا دي سوا ودى سوا بس قلت برضو احسن ان انا اعمل الرجول الفراخ تبقى لوحدها شربتها كده لوحدها لان الشربة بتبقى بتاعت الفراخ تبقى خفيفة شوية لكن لما احط معها الرجول مسلا وممكن ميات تكون كبيرة للرجول يعني فهتبقى الشربة بتاعتها تبقى تقيلة وممكن مش هارفة استعمالها في حاجات تانية فقلت خلي دل وحدها ودل وحدها وقادي البصل هما البصلتين بقى كده حلوين طبعا البصل غالي بس قلت يعني عشان نخلي كده الحاجة طعمها حل وحط برضو عليها مرتة يعني هعمل الرجول على الفراخ رجول الفراخ على الناشف يعني مش هضيف عليها مية خالص وبعد كده لما تاخد كم غالوة طبعا البصل بتنزل ميتها وكل حاجة والرغول برضو بتنزل يا لو فيها مية ولا فيها حاجة برضو لما نحطها كده على الناشف وبعد كده لو احتاجت شوية مية نبقى نزود لها نصر كوباية مية او كوباية مية صغيرة طبعا شايفين الجمال شايفين الحلاوة بتاعت زمان فعلا والهدوء كده منك كده والسماء فوقك والخضرة حواليك يعني حاجة ما شاء الله حاجة ترد الروح اخدهم بقى هوت زي ما أقولرتكم انا قالت بقى الفراغ كات لسه ما استودش نقالتها على بابور غاز صغير كده يعني بقت شوية طبعا عن الكنون اه هو لأ طبعا كانت هنا الفراغ كنت نقالتها تاني على الكنون يعني بعد ما شلتها حطتها على البابور الغاز دوت نقالتها على الكنون خلت برضو علشان يبقى المحش هو اللي ياخد اكتر حاجة ونفس الكنون فحاولت ان اخلي المحش الاول هو اللي يبقى على اه يعني بعد ما الفراخ كانت دخل على سوى نقلتها على المساعة سيدنا محمد على البابور الغاز وبعد كده لما المحش نزل رحت نقل الفراخ تاني على الكنون وقادي الرجول كنت بسويها على البابور الغاز خلاص الفراخ استوت وولعت بقى كده التواصل اهيت عشان نحط اه حمر الفراخ طبعا كانت اختي اه يوم جمعة يبتبقى يعني في الشغل وكده فقلت لها تعالي بقى قطة اليوم معنا ويعني نتغدى سوا كده مع بعض وزي ما قلت لكم قلت هعمل فيها المقلب دوت لقيتها بتقول ايو ايو هاتي بقى هو ده طلبي وهو دوت اللي انا عايزها وكانت يعني طبعا الحاجات ديت يعني الواحد بيجي اكل فعلا ان الحاجات دي بتحس ان انت كده براحة كده وفدوء يعني ده كده انا عن نفسي باستمتع وانا باكل الحاجات دي فمعرفش بقى انتوا تستمتعوا زي كده ولا ايه طبعا زي ما قلت لكم اقل حاجة فضلة ونعمة وخير طبعا ده مكان تاني برضو على السطح ده اللي احنا هنععد فيه بعد عن الكنون فقولت بقى كده يا اخت كانت زمانها جاية اما روح اجهز بقى كده واكنس المكان شايفين بقى المكان عامل ازاي طبعا الحاجة لو بردت شوية كنت بسخنها اهية خدتها جنبي بقى كده هيت عشان اول ما تيجي اقول لها انا عملت لك بقى كده الواجب والزيادة طبعا زي ما بترككم لقيتها مفصوطة ولقيتها قالت لو عشو ملح ولقمت الحبايب طبعا ما تتعوض هناك خلاص كان المحش استاوى كنت كل حاجة خلاص كانت تمام طبعا اكل على الكنون ده كده يعني طعمي خاص تاني خالص غير الاكاتل على البتجاز ولا اكاتل معتادة لما نولع كده حاجة الطبيعة بتبقى سبحان الله كل حاجة بتبقى فيها احساس وفيها روح لما نولع كده الحاجة اللي هي تبقى على الكنون طبعا بقى اختي هنا هي تكنت على وصول والت بقى كده اجهز عشان لما تيجي نقعد على طول طبعا كانت الشنطة ديت كانت يعني جات وكانت جايبة فيها كمان آآ بيبسي وحاجات ساعة فقلت لها ليه كده والله انا زالت يعني طبعا مش بعيدة عني ده خطوتين على طول فقلت لها طب انت جايب بليل حاجات دي واحنا يعني غرب يعني قالت حاجة كده انا الشابة واحنا عديد وده اتحكنا سوي طبعا هزارت طلعت لها الاول اللي رجولة هي تقلت ايوه هي كده بس وبعد كده طلعت بقى الفراخة اوات عشان طبعا يعني هي مش ضيفة بس طبعا اكرمت ضيف واجب وطبعا زي ما تشافنا وتقلت هاتو بس هاتو قبع وصع الحاجات دي مش عايزة اهيض يعني هاكل دول بس هو ده كده آآ نصيب لانهاب طبعا واخر حاجة هو تغسل لنا المؤمن وده كان فيديو معاكم النهاردة رب يكون عجبكم ونرضوكم في رعاية الله حباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته